موجودة في المجتمع ومؤسسات شعرية وأدبية تحتضن الشعر ولدينا مؤسسات أيضا دينية من مساجد ومعاتم وجمعيات وغير ذلك اليوم تحصل أمسيات يعني شبابنا خلا نقول في احتواء عليهم من أطراف أخر يعني إذا بندش بشفافية أكثر ما رأيكم بهذا الواضع وماذا تنصحون الشعراء بماذا تنصحون الشعراء في هذا الجانب والأهم بماذا تنصحون رؤساء المؤسسات التي لعلها لا تحتضن الشعراء بلكيف المطلوب تفضل سيدنا أحسن بسم الله الرحمن السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته باركوا لكم هذه الليالي العطرة والمباركة وأعادا الله وإياكم عليها بالخير واليوم والبركات بالنسبة لسؤال أخينا العزيز المجتبى مثلا هذه الأمسية هي ما نحتاجه في هذه الفترة حيث أننا نمتلك طاقات شبابية هائلة تخوض غمار الشعر فقط ما ينقصها هو الدفعة التي تقودهم إلى اعتلاء المنصة وإلى المشاركة في المحافل سواء داخل البحرين أو خارجها حقيقة هناك تقصير من المؤسسات الموجودة ولا أعمم بشكل عام ولكن نحتاج أيضا إلى أن نلم هذه الكوكبة ونحفهم بالعناية والاهتمام للبلوغ بهم إلى ما نطمح إن شاء الله في المستقبل ماذا ترجوك شاعر من المؤسسات المجتمعية الكثير من الفعاليات الشعرية كالأمسيات والمسابقات التي تقام أيضا الموسمية والموجودة في البحرين مثلا في البلاد القديم وكرانة والأخوة السادة في سار أيضا هذه تقود الشباب إلى أو تعطي الشباب شحنة ودافع كبير للخوض في هذا الغمار وغمار المنافسة وتقديم ما هو أفضل في خدمة أهل البيت عليهم السلام أحسن سيد الله نطيل على الأخوة ولأننا نشتاق لسماعي شعرك وحبرك فتفضل سيدنا مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد علي ضوالله وحدك الضوء لي وحدك الضوء لي وغيرك ظل وهم البعض بينما أنت كل شاءك الحب أن تكون زمانا لا يضاها في العمر بعد وقبل أكثر القول مادحا غير أني فيك رغم الذي أقول مقل ضل فكري ضل فكري من الظلال تشلني إن في داخلي يعربد جهل خذ يدي دلني عليك فإني في معاني كتائه لا يدل دس على شوك حيرتي وضياعي حيث أنا تدوس ينبت فل حيث محرابك السماوي خذ خذني للذي في الصلاة دمعا يبل يا أبا العدل جئت ميزان عدل في زمان لا يرتجى منه عدل يا غزير العطاء كل همار لم يكن منك فهو خاو وضحل خاصف النعلي خاصف النعلي كان يخصف دين بين كفيك يا ترى النعلي كيف لا يهتدي لضوءك نجم كنت توحي إليه كيف يهل كيف للناس لا تكون أميرا حيث والاك يا علي النحل وفراش النبي وفراش النبي ذات ارتحال لم يكن من محمد الطهر يخلو وفراش النبي ذات ارتحال لم يكن من محمد الطهر يخلو هو هذا محمد في علي فحبيب بعد الحبيب يحلو كيف لي أن أعيش دون علي أي عيش بغير حيدر يحلو سأغالي في حيدر المرتضى حتى وإن قيل مشرك ومضل أنا أنا إن لم أحببه حد جنوني يا ترى من سواه بالحب أهل أتركوني أتركوني أجن في حب هذا قمة الوعي فيه لو جن عقل قمة الوعي لو فيه جن عقل صلوا على محمد ورحمة الله يا علي قد جئت ما شئت قد جئت ما شئت لكن لم تجئ بشرا فأنت تبرن وباقي الخلق محض ثرا ما أدركت كالتي أرجعت مشرقها فالشمس لا ينبغي أن تدرك القمر لا لم يسعك المدى في رحم فاطمة حتى استعارك بيت الله فاستعرا فكنت أول مولود وآخر من في الساعة البكر صلى البيت واعتمر وكنت أول مولود وآخر من في الساعة البكر طاف البيت واعتمر عند المخاض ترى هل أطلقت كشذا أم داخل البيت كانت تطلق السورة حتى وجدناك قرآنا يفيض هدى غير الذي كان يتلى عند غار حرا علي علي يا غيمة الله التي قفزت على ضمان وراحت تعصر المطر خبزت بالحب والتحنان أرغفة وكنت أشهى طعام في فم الفقراء وكنت كفا على رأس اليتيم فما من دفء كفيك بالأوجاع قد شعراء مدد مدد تكفيك آلام الورى صغرت مدد تكفيك آلام الورى صغرت وما سوى قلبك الحاني بهم كبرا لذاك مدت إليك الناس أفئدة وحبك الشهد في شريانها انتشرا قد يفتر الحب قد يفتر الحب إن مر الزمان به وحبك الماء يغلي كل ما فترا كم حاربوك وتاهوا في جهالتهم وأزهقوا باطلا والحق كم ظهرا أفي يمينك سيف كنت تحمله أفي يمينك سيف كنت تحمله أم كان عزريل هذا يحصد البشرة فلم يخوضوك إلا خيبة رجعوا ولم تخض أنت إلا عدت منتصرا ظنوا جفونك في ليل المبيت غفت وما سواك على الإسلام قد سهرا هم اقتفوا في طريق الغار خطوك مدشاء بأن يقتفوا للمصطفى أثر لم يحرس الغار بيت العنكبوت وما سواك في الغار كنت الحارس الحذرا افتح جناحيك وحملنا إلى وطن أنت الأمير به يا سيد الأمر طريقك الحق طريقك الحق قل العابرون به ولم يخب من بدرب الحق قد عبر كل له في الهوى يا سيدي قدر وأحمد الله السواك لقدر يا من إذا مر ذكر منه في خلد تجري الصلاة عليه كل ما ذكر ومقطوع قصير أختم بها يمسطرة الكعبة يمسطرة الكعبة خذون بالأشواج يمسطرة الكعبة أخذوني بالأشواج رايد بالسواد عيوني تتكحل وبكل ركن أوقف وحسب القبلات ولو أخطأ أعود أرجع من الأول واقف حولي أملاك العرش تسبيح وبالركن اليماني أخذ وحسب أنه تتكحل لتسئلوني عن الشمس غابة وين إذا المولود حيدر ما أضل إذا المولود حيدر ما تطل تخجل أحس هالكعبة وقفت كلها للكرار أحس هالكعبة كلها أحس هالكعبة وقفت كلها للكرار فتحت للمطاف وقالت تفضل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته